ألف شمال الأطلسي بدأ يفكر ويخطط للإطاحة بالرئيس الأوكراني فلادمير زيلانيسكي بعد أن انتهى دوره تماما التقارير والمعلومات والمستندات والحقائق القادمة من الدول الغربية تكشف السطار عن الكثير من الفضايع نهاية طبيعية لكل الخوانة عبر التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا وسهلا بحضراتكم معكم محمد عبدالعادي من قناة مصر قلت وأكدت أن خلاص الحرب تعتبر انتهت مع نهاية عام 2022 الكلام ده قلت لحضراتكم من حوالي سنة وشهرين بالزبط قلت لحضراتكم اعتبروا كده أن الحرب الروسية الأوكرانية انتهت للأبد خاصة بعد سيطارة فلادمير بوتين رئيس روسيا على الشريط الحدودي الشرقي لأوكرانيا المجسد في لوجانسك دونسك زابروجيا خيرسون بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم قلت لحضراتكم الكلام ده مع مرور الأيام تأكدت المعلومات دي وتأكدت أن التحليلات دي صادقة تماما بمعدل ألف في المئة وصلت المسائل إلى درجة أن كل المعلومات خلال الساعات القليلة الماضية كشفت السطار عن أن حلف شمال الأطلسي ودول النيتو كلها بدأت تخطط إزاي أن هما يتخلصوا من فلادمير زيلانيسك رئيس أوكرانيا ويبدأوا يرتبوا الأوراق لما فيه صالح روسيا عشان يفضوها سيرة لأن ثبت بالدليل القاطع أن هما خسروا كتير جدا وأن روسيا هي التي حققت الانتصار الكبير رئيس حزب الوطنيين الفرنسي اللي اسمه فيليوريان ليبو قال أن حلف شمال الأطلسي غير موقفه تجاه الرئيس الأوكراني فلادمير زيلانيسكي ويخطط لإزالته تماما من أوكرانيا وقال لقد تغيرت رواية حلف شمال الأطلسي بشأن زيلانيسكي تماما وقال أن أمريكا بدأت تخطط للتخلص من تلمزها للأبد وقال أن رئيس الأوكراني بيتعرض للتهديد بسبب إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 فلادمير زيلانيسكي أعلن وقال هو أنا مش لازم أن أجل الانتخابات في 2024 أنا ممكن أجل الانتخابات طب بتأجلها إزاي؟ ما هو دلوقت لو أجل الانتخابات فورا الشعب الأوكراني هيطيح به وفي ذات الوقت لو أجل الانتخابات يبقى كده بيعرض طبعا الدول الغربية لفضيحة أو صادمة ليه؟ لأن المفترض جدا أن الدول الاتحاد الأوروبي بتخطط لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي كون أنك أنت تيجي وتعتد على الديموقراطية وتأجل الانتخابات يبقى معنا ذلك ما فيش أمل أنك أنت تنضم للاتحاد قيادات الاتحاد الأوروبي عاوزين يضموا أوكرانيا بسرعة على أساس يحفظوا ماء وجهاهم إلا أن فلادمر زيلانيسكي قال لا 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 أنا أجل الانتخابات يا جماعة النتيجة أفضل حل أنه لابد من الإطاحة بفلادمر زيلانيسكي بأي وسيلة وقال رئيس الحزب الفرنسي ده أن واشنطن تحاول الآن اتهام أوكرانيا بالتورط في تقويض مشروع نورد ستريم يعني أمريكا بتخطط أن هي تتهم فلادمر زيلانيسكي أن هو المسؤول عن تفجير خطوط صهريج الغاز بتاعة نورد ستريم فاكرنا عدراتكم لما حصل انفجار فيها ثم اتهموا فيها فلادمر بوتين وقالوا أن بوتين هو اللي فجر الخطوط دي رضينا عليهم لحظتها وقلنا مستحيل لأن إذا حدثت الجريمة فتش عن المستفيد مش من مصلحة فلادمر بوتين أن هو يفجر خطوط الغاز بتاعته ليه؟ هيفجر الخطوط دي ليه؟ عشان ما يوردش غاز لأوروبا طب هو واخد القرار قبلها بستة شهر وقال أنا ما قدتش هورد أساسا الغاز لأوروبا تماما لأنه هم قرروا يستغنوا عن الغاز والنفط الروسي خلال تلات أربع سنين وبالتالي هو قرر يوقف ضخ الغاز وضخ النفط ليهم في التو واللحظة النتيجة لففهم حوالي نفسيهم فهو دلوقتي ساعتك هيفجر الخطوط دي ليه؟ الكلام دا احنا قلناها لحظتها وقلنا كمان أن الراجل عامل في حساباته أن الوضع لن يستمر على ما هو عليه وهترجع ريمة لعدتها الأديمة وهترجع العلاقات ما بين روسيا ودول أوروبا في العظم اللحظات وبالتالي هيبدأ في ضخ الغاز لدول أوروبا فلا يمكن أن هو يفجر خطوط الغاز بتاعته دا الكلام اللي احنا قلناها لحظتها لكن رئيس الحزب الفرنسي دا بيؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بتخطط لتوجيه الاتهام لأوكرانيا يعني بدأت الحقيقة تتكشف وأضاف لقد انتقلت الحرب مؤقتا إلى الشرق الأوسط ولم تعد هناك حاجة لفلت ميرزي لنيسك دا اللي قاله رئيس الحزب الفرنسي على الجانب الآخر في قلب الولايات المتحدة الأمريكية طابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت رايتر قال الدول الغربية حاليا بتبحث بنشاط عن خيارات لرفض مساعدة الرئيس الأوكراني فلت ميرزي لنيسكي لأنها تدرك أنه خاسر الصراع مع روسيا قناة NBC الأمريكية قالت نقلا عن مسؤولين أمريكيين هي كمان أن أمريكا وأوروبا بينقش حاليا مع أوكرانيا إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين على أوكرانيا التضحية به من أجل السلام قرر أن هما يفرضوا على أوكرانيا أن هي تقعد مع روسيا من أجل إجراء مفاوضات وحاليا بيحددوا يا أوكرانيا أنت هتتنزل عن إيه؟ هتتنزل عن المنطقة الشرقية وهتتنزل عن الأرض مقابل الأمن ونعمل اتفاقية سلام بينك وبين روسيا عشان نفضها سيرة لأن إحنا ما عادش عندنا استعداد إن إحنا نستمر في الحرب ديات يعني أخدوه لحم ورموه عظم على رأي المصري ثم القناة الأمريكية بتقول أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع في رأيهم وصل لطريق مسدود كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا حتى صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت هي كمان إن عملية تفجير خط أنبيب الطيار الشمالي واحد واثنين اللي هو خط نوردستريم تم تنسقها من قبل العقيد الأوكراني الرومان تشيرفنسكي مضيفا أن الضابط أطاع أوامر كبار المسؤولين الأوكرانيين اللي أطاعوا بدورهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني يعني بدأوا يفضحوا أوكرانيا وبدأوا يحصروا فلادمير زيلانسكي من كل جانب وبدأوا يجهزولوا أدلة الاتهام اللي تورطوا بحيث أنه ولو ما استجابش للولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا بالاستسلام والتفاوض معه فلادمير بوتين في الحالة دي تأدلة الاتهام موجودة بحيث أنه سهل جدا أنهما يعتقلوا ويحطوا في السجن ويحجموه ليه بقى؟ لأن أهم حاجة عندهم الحقيقة والمصداقية وهو متسبب في الكثير من الجرائم الدولية ثم يحاول يجيبوا واحد تاني يفرضوا عليه شرطهم مشانا قلت لحضراتكم أن دي نهاية كل الخوانة عبر التاريخ سياسي فرنسي النات يريد إزالة زيلينسكي طبعا ده أمر مفرغ منه تماما وأمر كان متوقع تماما خلال الفترة اللي فاتت خاصة بعد ما نجح فلادمير بوتين فإن هو يحقق ضربات قوية جدا في مواجهة كل دول الناتو ويحقق انتصار جير عادي ترجمة نانسي قنقر